السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الثالثة متوسطة لحتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وأبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم رح نحل الفرض التاني في مادة اللغة الفرنسية للفصل الأول إذن ما ننسوش باللي المود الأساسية لغة عربية فرنسية إنجليزية ورياضيات هي اللي فيها فرضي إذن يلا نشوفوا الفرض لغة الفرنسية كيفاش يقدر يضحنا إذن نبدأ ونقرأه كما العادة باللغة الفرنسية ونشرحه باللغة العربية إذن لتتختان العنوان يقول معنتها محل المجوهرات صوتية ولا قاموا بالسطو عليه في الجزائر العاصمة يلا نقرأ الحديثة هذه معنتها ثلاث إنسان كانوا ولا ثلاثة من الناس كانوا مسلحين بالسلاح الأبيض وش دارو؟ أنا تاكي أفنت يار قاموا بالسطو على وشنو؟ إن بيجوتري سيطوية ألاندخي دي ديميل لانجمان يعني جاي هاد المحل المجوهرات جاي في لانجمان معنتها مسكن يسموها الفي مسكن مفهم؟ بريسيزيما سور لا روي محمد العبي يعني جاي في طريق يسموها محمد العبي إلي تي ديزناف دانك كانت الساعة شحال السابعة لساعة لبيجوتية شكون هو يعني اللي بيع في المحل مجوهرات إتي انتخان دانلافه معنتها كان راح يرود سا مرشانديس مرشانديس pardon يعني كان يطوم في المحل تاو ولا البضاعة تاو اكس وزي ان vitرين اللي كانت معروضة في لابترين تاو ان وزي دي فرمي لابيجوتري كانت انتخان دي فرمي معنتها راح يغلق المحل تاو ست الار كيل ايت سور دهاشا بار ننتخان ديندو دي بار دي عم بلانش وفو جا بدو يعني هدو المسلحين بسلاح الابياد سلون دي تاو موانياج معنتها شهيدو ايان للمالفايتر للمالفايتر معنتها هدو المجري ان پوانيارده لبجوتري avant دي سم پاري دي بجو ان پر لفويت معنتها قامو بطعن صاحب المحل وسرقو وش كانو حب نسرقو ولدو بالفرار يالا هنكملو لسرقو 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 المالك غريبا بلسه لسرقو 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 هنو 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 ديكلنشي معانتها باللي الأخذ تعو تخطى مرحلة الخبر ما فهم إذن هذا بالنسبة للنصة تعنا يلا أبنائي نشوفوا كيفاش نقدرو الأسئلة لون كمخيانسون دي لكري كالعادة عليها 14 النقطة سولينا بون غيبانس معانتها سطر على الإجابة الصحية عدنا A B C ستكس E كونت أغتكل دي بخيس أو بيان بوام هل هو قانت معانتها قصة أغتكل دي بخيس معانتها مقال صحفي أو البوام اللي هي قصيدة ستكس بارل دين أو بيان دين مفى معانتها مفى معانتها الجنحة أكسيدان انسوليت معانتها حدث غير طبيعي ما فهم لوتر وشاوي دير الكاتب في لبورت لبورتري دين персонаж معانتها رهو كاللي هزا ما احنا قولو يوصف صورة تاع إنسان ولا غاكانت لزاونتور دين بيجوتي معانتها يتحدث على مغامرات هذا صاحب المحل أو بيان رابورت ديلي دفول معانتها يتحدث عن حديثة سريقة كالعادة هاد الجدول اللي مداري أبارتير دي تكس كمبلت لتابلو معانتها أكمل التابلو هذا كي كوا أو كون كونسكوانس كي معانتها من كوا ماذا أو أين كون معانتها ماتا أو لكونسكوانس معانتها النتائج يالله لبعدو 3 رأبون پا فري وفو أجيبي صحيح أو خطأ يعني على حسن فهمتنا ليد التكس لا بيجوتري لا بيجوتري هال صحيح مت 4 avant de سمparir دي بيجو المو سولنيه يبدو ما هاد الكلمة ما معناها معناها لسي prendre و بيان كاشي لسي معناها تاركا prendre معناها أخدها كاشي معناها خبقها لازم نقرأوها 2-3 fois باش نفهمو شنو معناها يالله السؤال يبادو قول كمplete لتابلو اكمل تابلو سي اعطاني اللي هنا دي برق وقالي حوليهم نو داكسي معناها اعطاني افعال وانا نحوولهم إلى اسماواد افاقوا معناها الإخلاق كامبريول معناها السطو نشوف كيف نحولهم إلى اسما يالله ترانسفورم لفخاز سي وانا نحولها لفرم سواء هاد الجملة ولا هاد الجملة حنشوفو أسال طريقة لفخاز وانا نحولها تقلقوا افراسن لفخاز مالفتر معناها الانا نحولها لفخاز افراسن عملية للبحث عن هؤلاء سريقان يعني قاموا بالإنقاذ هذا صاحب المحل 7-accord correctement le participat إذن يجب أن يرى هناك ال participat علما أنه أعطينا المجاهد يلا البيجو المجاوهات كله مالفاكتر ان بولي كيفاشن ديروها اتتت ده جراند مانتا اللي سرقوها عندها تامينة جدا يلا البيكتيم اتت بوانيارده كيفاشن رجحها بارده بالرق يلا 8 الانوان تالي تكس اتتت ان فراز فربال مانتا بدا الهو فراز فربال مانتا فعليا ترانسفرمه مع تحوله الى جملة اسمية لا سيتيشون الاخيرة ولا لا بخدشون ابنائين الهنا قلنا عطاونا شوفوا الهنا عبارة لازم نقرأها هادي كاكل مقال صحافي لكن يتحدث على عفسة وحد اخرى لكن اهنا ابنائي قل لك باللي لانتات تحا ولا لشابو تحا حدثا اذا معننا اننا نقرأو هادا ونشوفو كيفاش نقدرو نديرو البداية تاع المقالة صحفية اوكي علما انو قالنا لازم لشابو دوات تتخ ان دو اتخوى فراز معنى تال البداية تاعي بيانسور لتتخ جامل نساوح وفيها ثلاثة الى اربع اسطر ما نطوروش فيها وش لازم يلقى فيها المصحيح يالله لكيسون هادو كي كوا او كون مفهوم يجب ان يلقى شكون هو المكان الزمن والنتائج مفهوم ابنائي اذا يالله نبدو انحلو هاد الفرد مع بعض ابنائي يالله نبدو التصحيح مع بعض اذا قالنا سو تكست اتن ارتيكل دو بخيس اذا هو مقالة صحفية مفهوم سو تكست بارل دن او بيان دون يتحدث عن ماذا مفه مفهوم اذا مهوش اكسيدن يتحدث عن جنحة مفهوم جنحة معتها جريمة يالله لوتور وشو يدير غابورت ان ديلي دو مفهوم معندها فول يتحدث عن سطو او بيان سريقة مفهوم يالله قلنا كي شكون يعني اعلى ماذا اتحدث ابنائي ما تكتبو لش مثلا لبيجوتية وتحبسو لا انا اتحدث عن جع الشخصيات اللي موجودة فالنص اذا عندي بيجوتي معندها اللي بيع المجوهرات اي لتخوا مالفتر ولا تكتبو لتخوا لتخوا هدو اللي سرقو كوا اذا وش صرا بيجوتري كمريولي معندها سريقة مح المجوهرات يالله وين او او معندها اين لانتخي ديلا سيتي دمي لانجمو وبالتحديد رو محمد العبي في ألجي دونك تكتبو لهم البلاسة وين يالله كم عندها ماتا افنت يار لبارح ديز نافر على الساعة السابعة مساء ل 21 ديز دميل دوز مين جبناها بالتحديد سواء تشوفوا اللادات تتاعكم كل ش جبدو لهم المكان نجبدو في الزوج مش نجبدو حاجة ونخلو حاجة وفوما ابنائي نجبدو كامل المعلومات يالله فري وفو فري المجوهرات سيطوية على سختي هل صحيح هو جاي في مخرج هاد المدينة نون شوفوا قالوا لي لاندخي في المدخل اذا فو يالله اللي بعدها المالك تاع هاد المحل كان يعرض المجوهرات نون ما كانش يعرض المجوهرات فو كان اندخا دون لاذي معنتها يخبي في المجوهرات يالله لبجوتية ايت ايتي هل صحيح طعينا من طرف هادوك اللي ستاو عليه لنس هادوك لتخوة برسان دونك سي فري يالله لبجوتية اي مور هل صحيح مت فو يالله قال لك الاختعور هو تخطى مرحلة الخطر يالله ابنائي 4 افن د سنباري دي بيجو دونك وشو معتا كلمة سنباري مشي لسي مشي تركة مشي كاشي لما انت خبأ و بمعنى بخند بخند دي بيجو معنت اخدو او جردو هدوك لي بيجو مفهم يالله لهنا قال لي ذرب انا عندي دي ذرب وقال لي حوليها الى نان مفهم ايدان اي واكوه اخلاق اي واكوه مفهم ايدان نحينا الار وزنا سيان لكن مشي كلش نشوفو هدي كامريولي كامريولي معنت السطو كامريولاج نحيت الار ودرت الاج اج يالله اللي هنا قال لي la forme passive la forme passive كاللي القطع الجملة ترجع هي الولا والولا ترجع هي التانية مفهم يالله نخدم الان les service de police ان déclencher une opération de recherche de malfeite شوفو الان ندي من مور الفعل الى آخر النقطة هادي قاعدت كتولي الولا انا 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 معنت عملية تاع البحث هادي دكلنشت معنت ابدأ البحث فيها ولا قررت الى غري ذلك مفهم على شكون يقررها باغ ما تنسوش باغ من طرفي اوكي دونك ما تنسوها في la form passive باغ les services de police مفهم اذا قلنا هادي تولي هي الولا واللولا تولي هي التانية وما نسوش نحول لفر بتاعنا والبار يلا هنشوفو اجزم الاخر la protection civil evacuera le bijouti نعرف باللي عندي future مانك راح ندينها كذلك في future le bijouti كان هو الخ ولا هو الول ولا protection civil ولا هيا الخ بسح شوفوا اللي هنا evacuera ولا سرا evacuée par la protection civil اوكي يلا معابا نشوفو اللي بعدو اللي قال na participat c شوفوا في den zed o wla l-e ta'fimina wla ou l-e ta'fimina en معنتها دايما نديروها للجمع voler voler شكون هما les bijoux les bijoux معتها المجوهرات سوريقات لا سرقوها هاد اللي سرقو مح المجوهرات كلمة voler voler نمحي l-e r وندير e ap ومنساش l-s تع plurial ما فهم يلا على تعهدو اللي سرقو المجوهرات يلا la victima était poignardée شكون هو la victima هي اللي صارت له هاد الحادثة مفهم بس هشوف أبنائي la victima la victima non femina إذا نديرها e ta'fimina مفهم نمحي l-e r ندير e accent ومنساش لأنه عندي l-e el femina الضحية femina إذا نزيد e accent يلا قال le titre لن يلا نلاحظو le titre une bijoutier a été cambriolée à الج cambriolée donc ره verbal إذا فعلي يلا نشوف كيف نحول ها إلى ismi cambriolage d'une bijoutier الج إذا ستعمل le nom ومش le ver يلا بالنسب à la production écrite تتحد donc بلا من طول تتحد على عملية استيضام ما بين شاحنتين أو سيارتين إلى غير ذلك مفهم لكن لازم علينا نقرأ très très bien قبل ما نكتب le chapeau ou la situation initial مفهم يلا accident de la route pardon a drar معنة حادثة في طريق a drar 2 mort et 4 blessés donc نروح لتحت ونقوم ليح لتاكسترن تحت نلقا باللي ربع جرح و الموتج حالك ينتين وين ولا علاج صرات entre 2 véhicules يعني ما بين استيضامين سيارتي مفهم يلا سن سن برو دي افن تحت حدثة للبالح مفهم للبالح مفهم مثلا عنا 8 10 2012 ادرار مفهم سر لا رو نميرو 67 مفهم قلنا نجبدو الهنا كل ما اعطونا لز انفرمس مثلا لادات لبلاصاوين عدد الموتى عدد لبلسة للسنة الثالثة متوسط اذا لكم ابنائي اي سؤال لا استفسار خلوه لي في التعليقات اجيبوا عليه في اقرب وقت ممكن وكل عدام بالتوفيق ان شاء الله